وقبيل سريان الهدن واصلت قوة الاحتلال القصف على القطاع ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحة كما اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأندنسي شمال القطاع وقتلت امرأة وأصابت واعتقلت عددا من الأشخاص وأفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش بأن جيش الاحتلال اقتحم المستشفى الأندنسي في غزة فجر الجمعة وذلك قبيل ساعات من الهدن في القطاع وأضاف أن جيش الاحتلال قتل امرأة وأصاب ثلاثة أشخاص واعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحامه للمستشفى الذي شهد قصفا وحصارا إسرائيليين خلال الأيام الماضية كما استهدف القصف الإسرائيلي بوابات ومولدات كهرباء للمستشفى الأندنسي شمال قطاع غزة ما أدى إلى اشتعال مولد كهرباء في المستشفى وكثف جيش الاحتلال خلال عدوانه المستمر على غزة من السيداء في المستشفيات خاصة مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في القطاع حيث اقتحمه السبت الماضي وطرد المرضى والأطفال الخدج في الحاضنات وعلاف النازحين الذين احتموا فيه من القصف الإسرائيلي على أحيائهم منقذه الشفاء أكبر مجمع آะ وفردي المعل practitioner شكرا للمشاهدة